كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير وسمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة مؤسسة القلب الكبير كرم سمو مؤسسة لايت إيد إمباكت الفائزة بالدورة الثامنة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين ضمن مساعي سموه الدائمة للاطلاع على كافة ما يتعلق بالشأن الانساني شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة المبعوث الانساني لمؤسسة القلب الكبير وسمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيسة مؤسسة القلب الكبير شهد سموه حفل تكريم مؤسسة لايد ايد امباكت الفائزة بالدورة الثامنة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في حفل أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشهد الدورة هذا العام من الجائزة نقلة نوعية في ألية اختيار المؤسسة الفائزة حيث ضمت لجنة اختيار الفائزين كل من الشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجي للفنون وعضو مجلس امناء الجامعة الامريكية في الشارقة وروزا بيرو مدير عام مؤسسة ارادة للأعمال الانسانية ومحمد زكريا المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة التلال السبع المنظمة الفائزة بجائزة الشارقة في العام الفين واثنين وعشرين وللمرة الاولى في تاريخ الجائزة انضم الى اعضاء لجنة التحكيم فتاة اختبرت اللجوء وعرفت معناه وهي هنا شيخاني لاجئة افغانية في باكستان واحدى المستفيدات من منحة دافئة دراسية كما ضمت اللجنة ايضا ممثلين عن مؤسسة القلب الكبير وممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حفل التكريم استهل بالسلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة لتلقي بعد ذلك مريم الحمادي مدير عام مؤسسة القلب الكبير كلمة اكدت فيها ان الجائزة ومنذ انطلاقها لمناصرة ودعم اللاجئين كان لها اهداف عديدة يعرفها من يتابع مشروعها ورسالتها ابرزها دعم مبادرات المؤسسات العاملة مع اللاجئين والرامية لتحسين واقعهم فما تمر به المنطق اليوم وخاصة على اهلنا في غزة يضعنا امام واقع صعب وقاس ولكن في الوقت نفسه يمنحنا الثقة بان قوة الامل ستولد عشرات المبادرات وتجمع مئات وآلاف الاياد لتجاوز هذه المحنة ونحن امام كل ما يحدث نشاهد الكثير من المبادرات والابداعات من شباب وفتيات واطفال تكافح الظروف وتؤكد الحق في الحياة من جانبه اشاد السيد اندرو هاربر المستشار الخاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العمل المناخي اشاد في كلمته التي القاها بالجهد الكبير والعمل الضخم الذي تقدمه المناصرة البارزة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة لدورها في قيادة الجهود الانسانية الرامية الحماية وتمكين اللاجئين على المستويين الاقليمي والعالمي واكد هاربر ان مساهمات سمو الشيخ جواهر من خلال مؤسسة القلب الكبير وصلت الى اكثر من مليون شخص حول العالم ممن حصلوا على مساعدات انسانية ودعم في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة عقب ذلك شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور عرضا مرئيا تناول ابرز انجازات مؤسسة لايد امباكت والتي اسسها الشاب النيجيري ستانلي انجي بوجو والتي تمكنت خلال عامين فقط من توفير محطات طاقة شمسية لاكثر من خمسين الف عائلة في مخيمات اللجوء ليتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة بتكريم الفائز بالدورة مؤسسة لايد ايد امباكت من نيجيريا وبفوزها بالجائزة حصلت هذه المؤسسة على مكافأة قدرها خمسمائة الف درهم من امارتي بمساهمة خاصة من مؤسسة القلب الكبير تكريما لمبادراتها ومشاريعها الاستثنائية ليلقي بعدها مؤسس لايد ايد امباكت ستانلي انجيبوجو كلمة وجه فيها شكره وتقديره لكافة القائمين على هذه الجائزة مؤكدا في الوقت ذاته ان كافة المجتمعات يجب عليها ان تتوحد لبناء مستقبل اكثر اشراقا والهاما وابداعا ثم شهد صاحب السمو حاكم الشارقة ايضا رفقة سادة الحضور جلسة نقاشية ملهمة شارك فيها مؤسس لايد ايد امباكت عدد من المستفيدين الذين اصبحوا جزءا من فريق المؤسسة حيث تم تبادل قصص ملهمة حول اهمية المؤسسة وتأثيرها على حياة الافراد والمجتمعات ختاما قدمت اوركسترا الملتقة الفرقة التي تضم مجموعة من الموسيقيين الشباب الذين نزح العديد منهم بسبب النزاع في السودان قدموا عرضا موسيقيا يمزج بين التقاليد الموسيقية الافريقية والافر عربية ويجسد رسالة قوية عن الامل والصمود وتمثل هذه الاركسترا مثالا حيا على قدرة الفنون على جمع الشعوب وتوحيدهم حول قيم السلام والمحبة وكانت مؤسسة القلب الكبير قد اعلنت عن فتح باب الترشيح للدورة التاسعة من الجائزة للعام 2025 ابتداء من اليوم الثامن عشر من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر القادم على ان يتم استقبال الترشيحات عبر موقع المؤسسة الالكترونية اشتركوا في القناة